وفقرة بروم اللي احنا دايما وابدا بنتحدث عنها وبنحط دايما نقط كده فوق الحروف وبنوصق للاخطاء التحكمية وبنوصق للتوجهات اللي ممكن تحدث وبنوصق للتجاهل اللي ممكن يتم كراتنبرج زي معود جمهير كرة القدمة المصرية وقال في المؤتمر الصحفي انه كل جولة هتنتهي هيكون فيه فيديو يتكلم فيه عن الحالات الجدلية جينا الفترة اللي فاتت او الجولة اللي فاتت مش اللي خلصت دي اللي قبلها اتكلمنا ان فيه بعض الحالات الجدلية تم تجاهلها وحسنا فعل انه هو قدر انه هو يتدخل ويقدر انه هو يعمل عن حالة طرد تغضى عنها محمد معروف حتى لو قال ضمنيا انه مختلف مقرار حكم بس على الأقل اللي جابها وما تجاهلهاش المرات دي بقى احنا مش عارفين هل هو مشغول لان وخد مني معلوم مؤكدة كراتنبرج بعد كل جولة بيعمل اجتماع فني مع طاقم التحكيم مع الحكام المصريين ويبدأ يسترد الحالات بعد كل جولة سواء زوم ميتنج او حضور الجولة دي ما حصلش اي حاجة ما حصلش اي حاجة ما فيش اي كلام ضرب بينه بين التحكيم او الحكام والحكام بدأت تفقد قصة ان لها رئيس لجنة حكام بيخسر شديد فكلاتنبرج ما عملش ده وعمل حاجة انا بتوقع انه مشغول او انه نفس الكلام اللي هنفضل نقوله كل شوية في ايه بيحصل ان انت تجيب مباراتين فقط لغير من اصل سبع مبارات تلعبوا في الجولة في مباراتين مؤجلتين طب انت فين باقي المباريات هل ما عندكش حالات في المباريات دي ان انت تستدعيها مفيش حالات في مبارات اخرى تستدعيها بس فقط لغير الحالات كانت في المباراتين دول وطبعا المباراتين دول لازم يكون فيهم مبارات للاهلي ولازم يكون فيه قرار يأكد ان الحكم كان صحيح وان اعتراض جمهير النادل الاهلي على حالة تحكمية مثيرة للجدل مش في محله فخلاني استرد الحالة الاول بتاعت النادل الاهلي عشان تبقى الناس واضحة دي حالة طبعا الهدف اللي تم إلغاءه لكريم فؤاد واللي حصل عليه انقصام خبراء التحكيم والقصة بوضوح شديد زي ما حراتكم شايفين الدنيا صعبة والخط اللي ازرق تقريبا شبه منطبق مع الخط الأحمر ودي الصورة اللي كان فيها جدل لان الجدل كان مش بس من وقفة اللاعبين سواء المدافع محمد نجيب او كريم فؤاد لا كمان في وقت لمس افشل الكرة كان ارجع كدر لا روح كدر فالكدر ده ممكن يغير فيه حالة تحكمية طيب هنفترض ان العمر الشناوي حكم الفار وقف وحط النقط سليمة وسبت لمس الافشل الكرة سليم وقت اللمسة في النهاية انت شايف خط احمر سابق خط ازرق ولا كاد يكون الخطين متطبقين في الحالة دي حصل في الدورة الانجليزي وإيفاب بعت للبريمير ليج قال لهم الحالات اللي زي دي شوز الحزاء او الحزاء اللاعب المدافع اصغر من حزاء اللاعب المهاجم والكلام ده كله ما ينفعش نقف عنده بالشكل ده قصة الزوم الكبير ده ما بقاش بيحصل وشوفنا جون لراشفورد يعني كان واضح شكينا ان هو تسلل ولكن اتحسب جول عادي جدا بسبب القصة دي طيب كلاتن بيرج ده اصلا خبير تحكم انجليزي انجليزي فالمفترض يكون جاي بثقافة حتى التحكم الانجليزي لكن واضح جدا ان هو تم تمصيره يعني انا لو جاي بثقافة التحكم الانجليزي هقول الحكام بتوع ايه ان القصة دي زي ما ايفاب بعت للبريمير ليج ويقول لهم ان الامور اللي زي دي بالملي والكلام ده بنتجاوز عنها لو القصة الصالح المهاجم طب الخطوط منطبقة هنفترض ان عمر الشناوي عمل كل حاجة كويس الخطوط تكاد تكون منطبقة الاحمر مع الازرق نهيك عن اسلوب عمر الشناوي في التعامل مع امين عمر حكم الساحة مش اسلوب في احترام متبادل بين الحكمين انا هنا مش هتكلم عن امين عمر لان الصوت طالع من تقنية الفيديو اللي امين عمر بيسأله السؤال الطبيعي القانوني وانا سألت قبل ما اطلع الهوى كده عشان ما اقولش كلام الا بعد الرجوع لخبراء تحكيم لا المفترض حكم الساحة بيسأله التسلل العالمين يرد عليه بشكل فيه لائق من حكم تقنية الفيديو عمر الشناوي خاصة نوال مفترض يعني حديث السن ولكن واضح جدا ان هو قوي بما يكفي ان هو يتعامل مع حكم الساحة بالشكل ده خلينا نشوف الفيديو ونشوف القصة اللي تمت ما بين حكم تقنية الفيديو وامين عمر ونرجع نعنقل بس مش كمان تسلل فريم برجع فريم ماشي نعم تلعب جا تلعب جا تلعب جا اه بشيك عبتتتتتلل ايه لك تلعب جا انشيك عبتتتتلل كيف ده بس كيف المهاجم تمام كيف المهاجم اه اطلع فوق اطلع فوق بس كيف المهاجم تمام ورجل المداشرة ده انشيك عدد ايه 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 اوه ايه ايه اهدى شوية بنشاكع التسلل ده اللي ظهر ده اللي ظهر وده اللي تقال لحكم الساحة وده اللي واضح من الفيديو بطريقة مختلفة كمان الصورة اللي ظهرت من الخلف وضحت ان الكرة بعيدة لسه كانت عن رجل محمد مجد أشو ولكن احنا حتى بافتراض ان الكرة تم التسبيت بشكل صحيح الكرة وقت لمسة محمد مجد أفشا بشكل صحيح الخطوط المتقربة دي هنقول لا تسلل طيب وانت بتراجع مباراة مش المفترض بتراجع كل الحالات اللي في المباراة دي يعني ايه بتراجع كل الحالات اللي في المباراة دي يعني بتشوف الاهداف ما هو تقنية الفيديو بتدخل فيه في اربع حالات ففي حصل حالات في المباراة دي فيها اهداف وفيها هدف تم إلغاؤه طب مش المفترض تشايك على الأهداف خليني أقول لك أنه في المباراة الأخرى شايك على أهداف ولغى هدف الحاكم الفار لغى هدف ممكن نستقرد الصورة واضحة جدا الالتحام أو الاستضام وقال أتطفق مع حاكم الفار عشان حصل الاستضام إيدي المهاجم استضمت بوجه المدافع وده لا قبل ما نجيب صورة أكرم توفيه اللقطة اللي لسه دي دي ما كانتش الكرة اللي اللعب ده خدها أو العيبة ده اللعب ده بصاها لحد تاني شاطها لحد تاني عمل فولو فالقصة كان في بداية الهجمة ارجعها هدف بقى قصورة أكرم توفيه هو ده مش الصدام في الوجه هو ده مش إيد لعب مهاجم في وجهه أكرم توفيه هو ده مش اللعب ده سدد الكرة الشنوة عمل معها فيه لعب عمل فولو عليها وسجل هدف طب أنا كحاكم هنا ككليتنبرج حالة زي دي ما بتترجعش ليه حالة زي دي ما بتترجعش ليه يعني أنا الأولا انت جيت خدت مباراتين من سبعة قلنا ماشي روحت المبارات النادي الأهلي قلنا ماشي جبت هدف وقلت لا ده تسلل وانا مع حاكم الفار قلنا برضو ماشي طب هدف الدخلية ما بترجعش ليه خاصة وانت في المبارات التانية اللي مع مبارات النادي الأهلي انت بنفسك قلت ان فيه استضام إيد المهاجم بواجه المدافع اللي احنا جبنا لك لأكرم توفيق دي ايه وانا هنا بقى رسالة هوجيها لأكرم توفيق لعيب رجولة ولعيب أسد وكل حاجة ولكن يا أكرم لازم يكون فيه جزء شوية كده نتعامل فيه بحقك لازم تاخده لا انت استثنائي في الملعب ولكن في القانون وحقك في الأخطاء التحكمية لا لازم تاخدها انت لعب زي كل اللاعبين واجهت لك الرسالة دي الموسم الماضي لما كان فيه كريم ندفد في أمورات الآله وفيوتشر دخل عليك بتاكل انجامد جدا دخل الثامنتاشر وروحك والقتلية وحماسك خليك تقوم وتتصحق راكل الجزاء عشان تحاول تسدد القرى مع التحكم المصري مش هيديك مش هيرجع فلقطة زي دي انت نزفت دم من مناخيرك وانت قاعد بترمي القاوت وحاكم المساعد شفه وجاء حاكم الساحة أمين عمر قالك اطلع اتعالج برا فانت نقص ايه أقرم عشان تقع يعني بوكس في وشك جاب دم يا حبيبي والله الروح القتالية دي أجمل ما فيه وانت من أرجل اللعبة بقى الأرجل اللعب في مصر من وجهة نظري ولكن في النهاية حقك لازم تاخده تخبطت في وشك خاصة ان انت فقدت تركيزك في اللحظة اللي انت تخبطت فيها في وشك فبقيت انت اللعب اللي مغطي التسالل بتاع المهدف فتحملت مسئولية الهدف فدي نقطة لازم انت يا أقرم تاخد بالك منها بشكل مهم جدا روحك القتالية وحماسك شيء إيجابي جدا لكن ما يخلكش تفقد حقك ولكن نرجع لك لاتنبرج هو اللعب بقى لازم يكون جر أقرم توفيق عشان نبدأ نراجع الحالة طيب يا سيد أقرم توفيق أقرم رجولة وأقرم قلب الأسد وما خدش باله من الإيد دي ضربت في وشه لعب ربنا احمي يا رب استثنائي مثلا انت بقى تقنية الفيديو لما انت بتراجع بالدقة دي وارجع لي هنا واقف لي هنا وحطي لي هنا واعمل لي هنا ما راجعتش هدف زي ده ليه انت بقى ك لاتنبرج بتتطفق مع الحكم ده وجبت فاول هدف زي ده اتلقى في المباراة التانية اللي انت جايبها في الفيديو بتاعك ما وقفتش عندي ده ليه ما وقفتش ليه هو احنا نبدأ من أول الموسم نبدأ نشتغل هاد دي وخد دي واسيب دي احنا عايزين نوصل لإيه انا اقول لكم عايزين يوصلوا لإيه بخصار شريك جدا ان ك لاتنبرج ده خبير التحكيم الأجنبي اللي عنده أخطاء تحكمية وانتو نفسكم معترضين على وجوده كرئيس للجنة الحكام وبالتالي فرق ايه عن خبير التحكيم المصري فيمشي ك لاتنبرج نوفر شوية دولارات ونبدأ نجيب خبير تحكيم مصري يبدأ يعين حكام اللي بيتحب واللي بيحب الفريق أكتر من نفسه والقصة تتم بالشكل ده ونفضل مستمرين في اننا عمالين نحفر لتحت نحفر لتحت لما جبنا كل القاع في اننا نزلين بمستوى التحكيم المصري لان الناس حتى ألوان وحتى معايير غير معايير العدل في منظومة التحكيم المصري انا مش بطالب هنا غير بالعدل فقط لغير حاجة عن نادي الاهلي على عيننا على رأسنا طالما عادلة لكن المعايير اللي احنا شايفنا دي دي معايير لا تبطفق اطلاقا ولا تقترب من العدلة في شيء كلاتنبرج انا على عهدي بالكرة المصرية من سنوات مفيش اخبار بتطلع الا ما بيكون بلونة اختبار بمعنى ايه الخبر اللي طلع بتاع ان كلاتنبرج هيكون موجود معاه كابتن سمير عثمان كمساعد تمام تم نفي الخبر والراجل محدش اختاره مفيش الكلام ده كله تمام بس صدقوني وفتكروا الكلام ده مفيش الاخبار دي بتطلع عندنا الا لما بيكون هدفها فكرة جس النمط شوف لي رد فعل الناس ايه شوف لي رد فعل جمهور الاهل ايه شوف لي رد فعل ما هو عايز هو لحد دلوقت يا جماعة الفكرة ايه هو كلاتنبرج بالنسبة لهم تجربة ضبابية هو مش عارف هل الناس فقدت ثقة في كلاتنبرج فيالله دوس قوي ولا ابدأ اعمل مرحلة انتقالية زي كابتن سامير عاثمان او اي حد على فكرة القصة مش معني بقى كابتن سامير عاثمان يعني بحد موجود مع كلاتنبرج وشوية طب الراجل ده ايه لازمته لو على المحاضرات ما احنا سهل جدا يبقى فيه محاضرين موجودين من الكاف او نجيب حتى محاضرين ما يبقاش الراجل ملتزم معانا بشكل شهري او دوري يكبدنا مبالغ بنتفحها فحطوا في اعتباركم ان ما فيش حاجة بتطلع كده ما فيش حاجة بتطلع كمان في التوقيت اللي هو بعد جدل او في الفترة دي الا ويكون فيه هدف لها ان الدنيا تتقال ازاي او تتشاف ازاي وسامير بيتكلم على فكرة اهمين عمر ان عمر الشناوي على الظور بيكلمه بشكل ما يعني انا بعيدا عن بيكلمه ازاي ده شأن يخص كابتن امين عمر اذا كان هو شايف ده مناسب ليه او لا انا تحديدا كابتن امين عمر مش معني بيه اوي ولكن اللي انا معني بيه هو تعيين كابتن امين عمر نفسه هو هالك لاتنبرج جا حد تكلم معاه قال له الراجل ده يعني عسامة حد بيكلمه في الفار ده الراجل السنة اللي فاتت الفار جابه في لعبة مش مفترض اساسا الفار هتدخل فيها يعني احنا بنروح لرفاهية اوي بالنسبة لكابتن امين عمر اللي الفار استدعى في كرة احنا بنقول ان هي اكبر واهم حدث يثبت اخطاء ومشكلة وعوار التحكيم المسلم اللي فات وان القصة كانت اكبر من جهل بالقانون لان لما ييجي يتصنف اللعبة بتاعة البنك الاهلي الفاول اللي تم إلغاء الهدف فيه وتيجي لعبة ممثلة في الزمالك وانلاقي رد الفعل مختلف تماما وما فيش روح بروتوكولة قالت يبقى هنا احنا كنا قدام وقعة مرعبة كان بطالها كابتن امين عمر اللي انا بالنسبة لي استدعاءه بالشكل ده وبالسرعة دي وفي اول مباريات الدوري شيء عليه علامات استفهام كبيرة جدا هالك لاتنبرجي الناس بتقوله الراجل ده السنة اللي فاتت مع الفرق دي كان عنده مشاكل ايه لانه واسمه مش ده بس خد مثال تاني خد مثال تاني لنفس المبدأ اللي هو ايه محمود معروف اللي هو قصد محمد معروف نفس الفكرة برضو كان سيراميكا الراجل بطل بطل مشهد كارسي السنة اللي فاتت معروف في مباراة سيراميكا لدرجة انه هو هوجم ونزل بيان الراجل ده الراجل جاء بطل مباراة الزمالك مع نفس الفريق على فكرة يا جماعة انت ما بتديش الحكم الثقة كده كده في حاجة غلط لانه طبيعي حتى التحكيم نفسه في حاجة اسمها سكاوتنج للتحكيم انا باجي اقول لك خلي بالك الراجل ده السنة اللي فاتت كان عنده ازمة في المباراة دي كان طرفها كذا وكذا ابدأ اشوف وانا بختار يبقى فيه سيكولوجية للاختيار انما معروف في مباراة الزمالك وامين عمر في مباراة النادي الاهلي بعدها الاسبوع اللي بعده انا عندي مئة علامة استفهام تديني احاق ان الراجل ده مش متقال له اي حاجة عن اي سيرة ذاتية للحكام دول مع النادي الاهلي او نادي الزمالك على حسب الاستخدام المغير وانا اقولك بقى هنا اي ما احنا لو عارف انت لو استبعدنا حكم اخطأ مع النادي الاهلي مشان لها حد يحكم من التحكم المصري سيدي انا مختلف تماما فيه رد ممكن يجي يقولك اذا كان حكم مباراة الاحتواء الشهيرة اللي مر عليها سنة احنا قلنا ليه الحكم ده ما بيجيش يحكم وجاء محمد بص بس ده الراجل كتطبيق قانون جوه الملعب مين بص كلاعبة او حالات دي قصة مختلفة انت بتتكلم خطأ تطبيق قانون مش بتتكلم فيه تقدير فني وده كان عشان كده احنا قلنا جيل مسترسين بتاعت الموسيقى لكن ايضا محمد عادل الراجل واضح جدا الناس اعترضت عليه طبعا دي قصة تانية فخلينا نتعامل مع التحكيم ماشي عام كلاتنبرج انت جاي بتقول انا راجل رئيس لجل حكام انا مختلف عن ما قابلي فما قابلي ده هو اللي كان مدي تعليمات فانت جاي يبتدي تعليمات مختلفة احنا شايفينك نفسك عندك معيير صحيحة عندك تضارب في الحالات عندك استبعاد لحالات واختيار لحالات فالقصة كلها انت عندك كده كده مشكلة انا ممكن اتفاهم ان انا خلاص يا جماعة انا من رئيس لجل حكام حزب الحكام بتوعي من السنة دي وانا المسؤول تمام امين يا عام كلاتنبرج لكن اللي انت بتعمله ده مش هيخلي نصك فيك لان اللي انت بتعمله ده في اسقاط لحالات في مباراة واسقاط لحالات بالكامل يعني عبرات الزمالك وامبي مثلا انت مجبتش ليه الحالات بتاعت الزمالك وامبي ده حقيقي وبعدين انت طمع جدا عايز حال تم الداخلية ده انت متخيل حجم الحالات اللي خاتها في الاسبوع كله اصلا قدي يعني لا قليل جدا طبعا موارك حالة مشابهة في المطف التاني ده ده الاغرب بس حال تم الداخلية يعني انت متصور الرجل تقريبا شاف الاهلي اه يعرض لنا امبي نبدأ نشوف ركل الجزاء بتاعت الغير محفصة بالامبي احنا هنا ما بنبديش رأي يعني انا تحديدا تمام بس زي ما اسامة قال لكم على اهل اللعبة جدلية انت كراجل بقى تعالى قسني على ان لا هنا ما كانش فعلا لا ده مش جدلية دي ركل الجزاء امبي تمام دي اللعبة الجدلية هو تجاهل يا عم لا تعالى واتحك عليها زي ما انت اتحكت عليها في مباراة الداخلية واستبعدت سورة اكرم واتلي سورة ضرب الجزاء الزمالك وقل لي دي اتخذ عليها كنفيرمة صحيحة ولا غلق او بينكلمك في ضرب الجزاء اللي متفقين عليها انها ضرب الجزاء هاتها في حالة من حالات تقنية الفيديو حصلت وحكم خد قرار وحكم الفر ادالوا كنفيرمة عليها ما تجيبها وشيد بالحكام هو دهاليز التحكم المصري كبيرة جدا وانا شايف ان كلاتن برجلان ينجح اولا لازم يكون هو عنده الرغبة في النجاح بس ثانيا ما لم يكون فيه رغبة بمساعدته بجد بانه يكون التجربة دي تنجح مش التجربة دي تكون هي الفخ اللي تحط عشان ما نشوفش اي خبير تحكم اجنبي تاني وعشان كده بقولكوا فتكروا كويس قوي ان الخبر اللي طلع من فترة ما هو الا جس نبط